اكد مع السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان الملتقى الحكومي 2019 الذي يقام للعام الرابع على التوالي برعاية سمو رئيس الوزراء وبمبادرة من سمو ولي العهد اسهم في تعزيز خارطة العمل المؤسسي الناجح في مختلف المؤسسات والجهات الحكومية إلى جانب تحفيزه للأفكار الإبداعية والابتكار من أجل تجاوز التحديات والصعوبات والظروف المتجددة وحصد الإنجازات والنجاحات في تقديم خدمات حكومية ذات جودة عالية وتساند نجاح الخطط والاستراتيجيات التنموية في مملكة البحرين وأشار ما عليه إلى أن الملتقى الحكومي أثبت دوره المحوري في تحقيق مبادرات ومشاريع تنموية متعددة تلبي تطلعات وطموحات المواطنين باعتبارهم الركيزة الأساسية في عمليات البناء والازدهار مشيدا بما يمثله الملتقى من منصة يلتقي فيها المسؤولون وصناع القرار بهدف التشاور ومناقشة سبل تعزيز الأداء الحكومي وضمان استدامة واستمرار الخدمات ووصولها للجميع بدرجة عالية من الجودة والكفاءة وبيّن معالي رئيس مجلس الشورى أن تركيز الملتقى هذا العام على برنامج عمل الحكومة للأعوام 2019-2022 إلى جانب موضوع التوازن المالي يؤكد حرص الحكومة على المضي في تنفيذ خططها الرمية لتقليل العجز والوصول إلى نقطة التوازن في الإيرادات والمصروفات كما أكد معالي رئيس مجلس الشورى استمرار أطر التعاون والتنسيق بين مجلس الشورى والسلطة التنفيذية وبما يضمن مواكبة التشريعات والقوانين الوطنية مع النمو والازدهار بمختلف المجالات وفي الوقت ذاته يحقق المصلحة للوطن والمواطن مشيرا إلى أن العلاقة بين المجلس والسلطة التنفيذية تكاملية قائمة على أسس العمل لخدمة الوطن ورفعته وازدهاره